ونحن نتحدث عن بعد إنهاء الحرب إذن هل باتت نهاية الحرب قريبة نوعا ما؟ وكلمة قريبة اللي هي إمتى؟ شوف الاحتلال الإسرائيلي أعلن خططه بالحقيقة يعني من يوم إلى 7 أكتوبر بدأوا يضعوا خططهم وترتباتهم أن الحرب ستستمر لمدة عام ثلاث شهور ستكون حرب برية وتسع شهور حرب تطهير بسموها تعقيم في داخل غزة طبعا هم حتى الآن اقتربنا من ثلاث شهور لم ينجحوا في تحقيق أهدافهم بل بالعكس منية بخسائر بالضبط والخسائر كانت فادحة بالأرواح والمعدات والاقتصاد وفي كل مناحيات الحياة والحالة النفسية زي ما ذكروا الدكتور وبالتالي وأيضا هجرة عكسية الآن هناك اجتماع للقيادات الإسرائيلية ذهبت إلى الولايات المتحدة ويجتمعوا مع بلينكين ويجتمعوا مع المستشار الأمن القومي سارتر شسمه تبع الأمن القومي وسيجتمعوا وسيضعوا بعض الترتبات لتخفيف حدة الحرب تخفيف حدة الحرب بالنسبة لهم من شأنها أن تقلص أولاً الخسائر البشرية ثانياً تقلص الخسائر حتى في المعدات والأدوات العسكرية في أثناء الهجوم وبالتالي سيكون الهجوم كلهيته من خلال الطيران ومن خلال القصف الخارجي إلى غزة أما هجوم بري سينتهي تماماً سيصبح من خلال إضافة إلى ذلك الولايات المتحدة بتقترح منطقة جدار عازل أو مش عازل منطقة عازلة بعمق 2 كيلو على امتداد الشريط الحدودي 40 متر 40 كيلو في عمق 2 نتكلم عن 80 كيلو متر من قطاع غزة سيقططع وبالتالي ستصبح غزة بالمجمل بالحد الأقصى للمساحة التي تكتف بالسكان لا تزيد عن 280 كيلو متر هذا في حال في أقصى الأحوال إذا أخذوا 2 كيلو على الشريط ممتد 2 كيلو يحسابها منين؟ هم 14 كيلو لا 14 كيلو 14 كيلو عرض مع مصر و45 كيلو أول 40 40 مع 2 كيلو يعني نتكلم عن 80 كيلو بالحد الأدنى بالحد الأقصى خلينا نقول بالحد الأقصى متوسط 80 كيلو طيب هم في غزة شمال غزة بتحدث عن عزل غزة كلها ونقل كل غزة إلى جنوب ما بعد الوادي وبالتالي بنتكلم عن وعاوزة 80 كيلو فين؟ عاوزة 80 كيلو فين؟ 80 كيلو على امتداد الشريط على امتداد الشريط نفسه أنا بتكلم وبعد تقليص مساحة القطاع بالكامير فوق وتحق تقليص مساحة القطاع امتداد القطاع عبارة عن زي شكل الخنجر هل عارفوا شكله؟ زي الخنجر انت بتمشي معا 2 كيلو مع الحدود وصولا إلى البحر الأبيل المتوسط من عند كرمة بوسالم أو منطقة الحدود مع مصر بعمق 2 كيلو إذا تم تفريغ هذا المنطقة ووضعها منطقة عازلة أصبح نتكلم عن مساحة قطاع غزة وتصبح 280 كيلو أنا بالمناسبة حابب أعرج على نقطة في سنة 1949 لما تم توقيع اتفاقية الهدنة دكتور طارق كانت الهدنة في 24 فبراير مع مصر طبعا وقعتها مصر مع الاحتلال الإسرائيلي كانت مساحة غزة 550 كيلو 550 كيلو في العام التالي بدأ الفلسطينيين يرجع وبعد الهدنة كل أحد بدأ يرجع شوية الغراض طبعته والملابس بشانطه يرجع على وين؟ على بير السبع واللي يرجع على زديروت واللي يرجع على المجدل واللي يرجع على الرملة واللد وين الرايحين؟ صاروا الإسرائيليين يلطموا لا لا وقف وقف طلبوا من مصر وطلبوا من القوات الدولية لأنهم صاروا يضعوا ألغام وانتهت المسألة بأنه يكون هناك ترسيم حدود بمنطقة عازلة من عمق غزة بخمسة كيلو شريط 550 كيلو أخذوا على 40 كيلو طولا أخذوا 200 كيلو متر فأصبحت 395 كيلو وأصبحت مساحة غزة في ذلك الوقت قطاع غزة أصبح من 555 إلى 365 كيلو يعني تتكلم بالزبط حوالي 195 كيلو تم اقتطاعها من مساحة مساحة اقتطاع غزة لصالح الأقتصاد هذه هي الآن التي تعتبر غلاف غزة على الشريط الحدودي والمنطقة العسكرية الآن لو رجعنا للمطلب الإسرائيلي أنه يريد أن يضع منطقة عازلة غزة بأقصى بأقصى مساحة إلها ستكون 280 كيلو مهما 360 فإذا أخذوا اتنين هذا طبعا مسألة مستحيلة وغير منطقية الولايات المتحدة بتخطط مع الاحتلال الإسرائيلي عادة الكلام الآن مدى قدرة الشعب الفلسطيني على رفض هذه المسألة مدى قدرة القيادة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية موحدة وأنا حابب قبل ما أنهي هذه النقطة فيه كان سؤال يعني الدكتور طارق عرج عليه بشكل صحيح أنه الفصائل الفلسطينية الموجودة الآن مجرد ما تحصل حالة انتهاء للحرب وإعادة إطلاق المبادرة المصرية التي بدأت فيها بالفعل والحوارات التي جرت يعني بدأت تجري على الأرض وهناك قبول بالمناسبة من قبل حركة حماس ومن قبل حتى الجهاد الإسلامي والعديد من الفصائل وأعلن بعض القيادات في حركة حماس أعلن مع أنه في وجود خلافات داخلية بينهم أعلن بشكل صريح عن يعني قبولهم الانضمام حتى إلى منظمة التحرير لأن هناك الحدث أكبر بكثير من حركة حماس وأكبر من أي فصيل فلسطيني حتى حركة فتح ليس لديها القدرة أكبر من الكل أكبر ليس لديها القدرة حركة فتح بمفردها أن تواجه هذا الأخطبوط وهذا الحرب المسعورة وهذه الهجمة الدولية بالمناسبة إحنا بنحارب إسرائيل لحالها إحنا الشعب الفلسطين من حرب الولايات المتحدة ودول عظمة في العالم لأن هذه مصالح الاحتلال الإسرائيلي كما تفضلت دكتور طارق هذه مصالح مش بس على موضوع أنه الاحتلال الإسرائيلي يمثل ولاية أمريكية فقط وإنما هناك مصالح في غزة وليست قوة إقليمية في حزب أيضا غزة منطقة استراتيجية تهدد الأمن القوم العربي كله إحنا على ساحل غزة مباشرة يوجد غاز الغاز هذا حق التمار حق التمار تم الاتفاق بشكل صريح أنا أقول لك يا تم الاتفاق مجرد في 2017 عندما تم الاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية وبدأت الحكومة الفلسطينية تنزل إلى غزة أنا أعملت دراسة في هذا الوقت ونشرت هنا في مركز دراسات الأهرام توقعت بشكل صريح أن لا تنجح هذه المصالحة لأن هناك قوة إقليمية لن تسمح بتمرين هذه المصالحة بخلاف الاحتلال الإسرائيلي لماذا؟ لأن الغاز الموجود على ساحل غزة هذا الغاز هو ثروة لثروات الشعب الفلسطيني اتفقت السلطة الفلسطينية مباشرة الرئيسة بمازنة اتفق مع مصر والقيادة الفلسطينية جاء وزير الطاقة في مصر وقع تم التوقيع على التفاقية على التشغيل المشترك في حال تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أن مصر تتولى عملية التكرير والاستخراج والتسويق وبالتالي هنا استفادة جماعية للشعب الفلسطيني ولمصر ولكل من سيشارك في عملية الاستخراج إضافة إلى ذلك أوروبا ستستفيد من الأمر في حال هذه الأزمة الموجودة الآن في أوكرانيا وفي روسيا مع أوروبا الآن هناك حاجة أمريكية وحاجة إسرائيلية وحاجة دولية وحاجة إقليمية لهذا الغاز الموجود الكل العين عليه وبالتالي هذا على مستوى الغاز فقط على مستوى المكان الاستراتيجي كما تفضلت بخصوص ما طرح نتنياهو في الأمم المتحدة